أوصى المشاركون في المؤتمر الكنسي الثامن الذي اختتم أعمله مؤخرا في منطقة البحر الميت بأن يتم التشجيع الشباب المقبلين على الزواج على تثقيف أنفسهم بالقوانين المختصة بالزواج والعائلة كما أكد المؤتمر الذي عقد تحت عنوان نحو ثقافة قانونية كنسية بتنظيم من المحكمة الكنسية للبطرياكية اللتينية في القدس وعمان على ضرورة منح شهادة دبلوم في القانون الكنسي من الجامعات الباباوية في روما وإسبانيا والشرق الأوسط وأضاف في بيانه وفي الوقت الذي يشعر فيه المؤتمرون بالألام التي تعانيها بعض العائلات من نقص في المحبة بين الزوجين فهم يدعون إلى إنشاء مراكز إرشادية ورعاوية يكون من أهدافها تقديم المشورات القانونية والروحية لتبقى العائلة الصالحة شاهدة على الإيمان السليم وقادرة على تكوين المجتمعات السليمة